بسم الله الرحمن الرحيم رد فعل قوي جدا وفرح عرمة من والدة الاعلامية الراحلة شيماء جمال رحمة الله عليها وذلك بعد صدور الحكم باعدام قاتليها ايمان حجاج وحسين الغربلي القضية طبعا اللي شغلت ولدالة الرأي العام الى الان مع مجموعة اخرى من القضايا زي قضية نيرر اشرف رحمة الله عليها والسفاح محمد عدد وكذلك قضية ساد مبهجة رحمة الله عليها والسفاح الجديد اسلام محمد قضية الاعلامية شيماء جمال طبعا زي ما حروقكم عارفين كان صدر منذ فترة يعني قرار من السيد المشهر حمد الصوي النائب العام بحظر النشر فيها ولكن طبعا ده ما يعتبرش خرق ليه ان احنا بنتكلم على رد فعل مش بنتكلم على اجراءات محاكمة او اللي تم فيها بننقلش حاجة من داخل المحاكمة نفسها طبعا انا سعيد جدا بصدور هذا الحكم طبعا لسه عندنا زي ما حروقكم عارفين لسه في مرحلة الطعن بالنقض يعني نفس القصة اللي حررتكم طبعا يعني عدد كبير جدا من حضراتكم ومن السادة المواطنين يعني اصبح عندهم يعني خلفية قانونية في هذه الجزئية طبعا من واقع القضايا والجرائم للأسهل الشريط اللي بترتكب بكثرة هذه الايام واللي احتلت زي ما قلت ولازالت جزء كبير جدا من اهتمام الناس والرأي العين لسه طبعا في مرحلة الطعن بالنقض في خلال ستين يوم من تاريخ صدور الحكم وتم احالة اوراقكم الى فضيلة المفتي وبعد كده سوف يتم النطق بالحكم في الجلسة القادمة جلسة النطق بالحكم بعد موافقة فضيلة المفتي مفتي الديار المصري طبعا الفرحة دي طبعا فرحة لنا جميعا ان حق حد بيرجع ولو حتى يعني بشكل اولي للي زي ما امتحركوا لسه في نقضة اللي هو اعلى من النقض اللي يتم فيه ومرحلة النقض عادة بتاخد فترة زمانية طويلة نظرا للمحكمة النقض زمانة قلت لكم قبل كده هي محكمة واحدة على مستوى مصر وبتعرض امامها كل هذه القضايا فيبع لهم ضغط كبير جدا جدا وكل قضية بتاخد دورها ممكن يحسن عملية تأديم وتأخير لو كانت القضية دي ترأي عام وطلوب الفصل فيها بشكل سريع ولكن فيه الغالب الاعام كل قضية بتاخد دورها يعني ونظرها بياخد برضو وقت النظر القضية بياخد وقت ولكن مبدئيا طبعا كل التحية للقضاء المصري العظيم على هذا الحكم اللي يعني الى حد كبير شافها غليل هذه السيدة اللي يعني قامت بدفن ابنتها وهي لازالت على قدر حياة ربنا ديها الصحة ولكن شعور صعب جدا 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 يا جماعة لانا تمنى لأحد ان يكون في هذا الموقف يعني ربنا يحفظنا جميعا من كافة الشرور ومن الاخبار السيئة يعني ولا يرينا ابدا ابدا يا رب يا رب يا رب مكروه في اي عزيز لدينا ربنا يصبرهم جميعا ربنا يصبر والدة الاعلامية الراحلة شايمة جمال ربنا يصبر اهل نيرا رحمة الله عليها ربنا يصبر اهل سلمة رحمة الله عليها وان شاء الله بإذن الله نشوف القصاص العادل في كل هؤلاء القتلة اللي يعني قدوا لنفسهم الحق ان هم ياخدوا حياة ناس تانية يحرموهم من حقهم في الحياة هم عاوزين يعيشوا يكلوا ويشربوا يتنفسوا يعيشوا حياتهم بشكل عادي وهم من كانوا وراء ايداع اخرين داخل القبور يعني احساس ما فيش انسان طبيعي يقدر يعيش مع هذا الاحساس انه يكون هو السبب الرئيسي هو الفاعل هو القاتل اللي ازهق حياة انسان وانهى حياته واسال دماؤه وبعد كده وضعه في القبر الى قيام الساعة ويقدر انه هو يكمل حياته بشكل طبيعي دايبا انسان يعني خارج منظومة البشر وخارج منظومة الانسانية ولكن طبعا كل قاتل بيريد ان ينفذ او انه هو يعني يهرب من العقاب زي ما انا قلت بيرتكبوا الجريمة يعني بمنتهى الاقدام ولما بتحين لحظة العقاب بيتحولوا الى فقران مضعورة وبيتحولوا الى يعني لا شيء اكتر من انهما جبناء وعلى اعلى درجة من الحقارة والوضاع اللي بيبكي واللي بينهار واللي وانلي 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 وخاصة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عندما يواجهوا جميعا غرفة الاعدام محابل بمشناء ويرى حياته بتنتهي امام عينه او انه على يعني بعد ثواني من ان حياته تنتهي عشان بعد كده ان شاء الله باذن الله ينتقل الى يعني جوان ربه ليحسبه على جرائمه التي ارتكبها وعلى الدماء التي سالت على يده انا طبعا من خلال هذا الفيديو السريع حابب ان لنا اهني والدة شيماء يعني دي تطبر طبعا اول تهناء طبعا ما كناش طبعا بنهنيها بل كده كانت فيه مصاب قليم ولكن اعتقد ان الوقت دلوقتي مناسب اللي احنا نقول لها مبروك هي حتى نفسها في الفيديو اللي انا هعرضه لحركة كل وقت رد فعل قوي جدا وفرح عريمة وبتقول مبروك حق بنت جه نتمنى ان شاء الله بإذن الله ان حقها يعود بشكل كامل ونحن نرى المتهمين ان شاء الله بينفس فيهم القصاص العادل وانا اتمنى ان حقنا يرى يرجع ان شاء الله بإذن الله ونحن نرى القصاص العادل ينفس فيه محمد عادل واتمنى ان القصاص العادل ايضا ينفس فيه مؤيديه اللي لسه الغاية النهاردة يا جماعة لسه الغاية النهاردة الغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكو فيها لازالوا بيبسوا سمومهم وجرائمهم اللي هما مصرين على ارتكابها وان هما يخودوا في عرض هذي الفتاة وفي حق قصرتها وي 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 والكلام ده كله ادخلوا وشوفوا على اليوتيوب هؤلاء الملاعين لسه بيعملوا ايه لغاية النهاردة لسه بيعملوا ايه لغاية النهاردة الكاشف واخمد رجب والعالم دي كلها شوفوا النهاردة لغاية النهاردة احمد رجب يعني معلش الشيء بالشيء يذكر انا عارف ان انا خرجت على الموضوع ولكن احنا كل الجرائب دي وكل القضية دي مرتبطة بعضها بشكل او باخر احمد رجب لسه من ساعات قليلة عامل لقاء مع ابن عم تنيير مع ابن عم نير اللي هو طلع وشهر بيها واهانها واهان اسرتها ليه؟ لان الولد ده انضم رسميا كده لهذه المجموعة الضلة الولد ده اللي انا قدمت عنه فيديو ممكن انا سيب لي حراركو الرب بتاع فسندوق الوصف هو لسه الفيديو انا قدمته من ايام قليلة الولد ده ابن عم نيره اللي اسم محمود ده انضم رسميا بالفيديو اللي طلع ياخوط في عرض بنت عمه في موقف ليس له ادنى علاقة بالرجولة ولا بالانسانية ولا باي حاجة انضم رسميا الى هذه المجموعة عمر الكاشف بقى واحمد رجب وامو شنب والكلام ده كله كل دول انضم ليهم رسميا وبالتالي طالما انت انضميت لنا رسميا وعايز تدخل معنا التاريخ ثم جهنم ان شاء الله يبقى تعالى يا حبيبي نعم معك لقاء التاني اللي هو بتاع العريش الاخوانجي طالع برضوك عمال يتكلم برضوك لازال النارد عمال ياخوض في سيرة نيرا مالي خلاص مفيش أنا متدفة من الناس دول الناس دول بيعملوا ايه في حياته انا ما عرفش يعني الناس اللي ما رهمش غير سيرة الناس اللي باينا يدي يعني دول بيعملوا ايه في حياته يعني نفسي اعرف ده بيعمل ايه في حياته يعني كل واحد فينا بتمر عليه لحظات يعني بينشغل مش لحظات يعني ده ده الطبيعي في الحياة اللي احنا مشغولين في حياتنا وفي اشغالنا وفي اعمالنا وفي حياتنا والكلام ده كله وبعد كده بنخصص جزء من حياتنا للسوشال ميديا ولكن دول قاعدين مقطوعين 24 ساعة قدام السوشال ميديا بيعملوا بث بالساعات ويخوضوا في عرض الناس وكلام ده كله ما عرفش دول هيتوقفوا امتى ولكن انا شايف ان التوقف يجب ان يقوم بقوة القانون الناس دول مش هيبطلوا طول ما هم شايفين ان في مشاهدات وان في ناس برتباحهم وناس برتفرج عليهم وناس بتأيدهم في التعليقات طبعا هيستمروا طبيعي لان الموضوع مصلحة هو مصلحة بالنسبة له والراجل بيعمل فيديوهات ونسبة شاهدها وهو يعني بيستفيد من وراء موضوع ده سواء مديا او بيستفيد من وراء موضوع ده بانه بيحقق شهرة زائفة وشهرة وضيعة طبعا ملطخة وملوثة بكل القزارة اللي موجودة في الدنيا ولكن هو مبيحسبهاش بهذه الطريقة ان شاء الله بإذن الله زي ما انا دايما بقول لحضراتكم انه لا يصح الا الصحيح لا يصح الا الصحيح كل دول في الآخر التاريخ هينساهم ولن يتذكرهم الا بمواقفهم القزرة الوضيعة اللي اتخذوها واللي قالوها لحق ناس بين يالي الله انا قلت هذا الكلام قبل كده وبعيده لان دي مبارد زي ما انت حركوا ولكن في الاول في الآخر لا يصح الا الصحيح احنا انا واحد من الناس وكل شخص بيؤيدني في هذا الكلام نحن نطالب بتطبيق شرع الله من قتل يقتل من قتل يقتل وتطبيق القصاص العادل لان الناس دول تسببوا في اخراج ناس من الحياة ما ينفعش واحد تسبب في اخراج واحد من الحياة بقتله وينسيبه عايش ما ينفعش ربنا ما قالش كده اصلا ربنا ما قالش كده فخلي التانين دول في ضلالهم خليهم يدوا اللي بين يدي اللي هي حسنات ياخدوا حسنات على قفهم والتانين ياخدوا سيئات وفي الاخر عند الله تجتمع الخصوم عند الله تجد انت لما اخص انت مخلط مثلا في الدنيا ما انت هيجي لك يوم هتموت ممكن تموت في ثانية ممكن وانت قاعد عمال تعمل اللقاءات وتتقول على القتل الضحايا وتسب فيهم وتطعن في شرافهم والكلام ده كله وروحك تطلع في ثانية فتقابل ربنا وتخشر على هذا الوضع اللي انا يعني اشفق عليك من خلاله فعشان بس من الخرش كبارا الموضوع ولكن زي المنتظر حركوا ان القصص دي كلها مرتبطة ببعضها يعني مرة تانية يعني اقدم العزاء مرة تانية لولدة الاعلامية شايماء جمال وقدم العزاء لأهل المرحومة نيرا اشرف وقدم العزاء لأهل سلمة بهجات رحمة الله عليهم جميعا وان شاء الله بإذن الله يعني نرى القصاص العادل يعني يطبق وينفذ أمر الله في كل هؤلاء القتلة الملعين عشان كل واحد يبعى عارف ان حياة الانسان غالية الانسان نفسه قيمة الانسان حياته غالية ما ينفعش اللي انت تزق حياة حد وبعد كده تعيش وتأكل وتشرب لا ده الكلام ده معلش شيء الكلام ده مش في قموس الانسانية ولا في قبل قموس الانسانية مش في قموس الشرع مرة تانية أسيب حلقة كل وقت مع هذا الفيديو فيديو سريع كده بينقل أو بيورينا رد فعل والدة الاعلامية شايماء جمال رحمة الله عليها بعد صدور الحكم وهي طبعا سعيدة يعني من السعيدة يعني هي حاسها ان حق بنتها رجع وبالتالي ده رد فعل قوي وانفعالي بشكل كبير جدا بعد صدور الحكم نشوفه مع بعض وده هيبقى نهاية الفيديو ندعو جميعا ونبتهى الجميع الله انه يحفظنا جميعا من الشر واهله وانه ينتقم بعدله وينتقم بقوته وبجبروته سبحانه وتعالى من كل ظالم ومن كل قاتل أسيبكم على الفيديو وأشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصلي ركاته شكرا بنا أصلي ركاته شكرا بنا على صدور البلد الله أكبر صلوني عليك صلوني عليك شكرا لك اصليوني عليك حيبك 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 اشتركوا في القناة